الأمر الثاني أنا جاي بتناقضات القادة الإيرانية من الروحاني الخامناء القائد البحرية سليماني كلهم يقولون أنه طبعا أشي التناقض يقول لك أنه المغردين طبعا قناة الجزيرة وغيرها أنه الأمير محمد قال في لقاء في التلفزن السعودي كذا بعدين رجع هنا قال كذا بعدين رجع هنا قال طيب بدعة أنه يكون في عندك خطاب مثلا دولي في وقت ما وخطاب دولي في وقت آخر وحسابات إقليمية محلية في وقت وبعدين إذا ما تتكلمون على التناقض خلونا نشوف مثلا إيران إيران توجه رسالة جديدة للسعودية بشأن الحوار وتأمل في تقلص الفريق الجيش الإيراني يعلن التعبية البحرية تحسب الحرب ويوجه دعوة عسكرية إلى قطر بعدين روحاني ما حصل في السعودية عار بعدين هذا القائد البحرية يقولك سندك سندك الدنيا وما فيها بعدين رئيس هيث الأركان الإيرانية محمد باقر يقر بدعم الحرس الثولي الملشيات الحوثي في اليمن روحاني يقول ما أنه علاقة بعدين رئيس البرلمان الإيراني علي لارجاني يقول أن بلاده ترحب برغبة السعودية في حل الخلافات بالحوار مشيرا إلى أن أبواب إيران مفتوحة لذلك قائد الحرس الثوري أي دولة تهاجم إيران ستكون ساحة المعركة الرئيسية يعني قائد البحرية الإيرانية يتوعد برد ساحق وقريب طيب فيه شغلة ثانية مهمة الناس اللي فرحانة بالضربة اللي صافت على على هذا أساسا تضرب لكل العالم ولكن فيه شي غريب اليوم هي محسوبة أنه إيران اللي ضربت وإيران تقول بتضرب المنطقة وهي شرطة المنطقة وهي كل شيء السؤال هنا اليوم إذا كانت إيران على ثقة بقراراتها وقدرتها ليش معترفت علنا أن هي من فعل ذلك ليش مرة يقولون أي مرة يقولون لا مرة والوكلة عنهم يتحدثون عموما لا تناقضات إلا ابن محمد يعرف متى يوجه الرسائل والقادم أجمل ونحن لسنا دولة ضعيفة ولكن الضعيف عندما يحقق انتصارا صغير يشعر محازمين بأنه كبير ولكن الواقع على الأرض غير ذلك عن إيران واستهدافها لرامكو قال كلام محمد أمين محمد I might disagree with you this attack didn't hit the heart of the Saudi energy industry but rather the heart of the global energy industry it disrupted 5.5% of the world's energy needs the needs of the U.S. and China and the whole world Saudi Arabia is almost the size of a continent it is bigger than all of Western Europe I believe it's stupidity there is no strategic goal only a fool would attack 5% of global supplies the only strategic goal is to prove that they are stupid and that is what they did قال لكم حماقة يعني انتم ايش حمقة الله يعطي الملك سلمان بن عبد العزيز الثل في الأمر والأمير محمد بن سلمان والتحديات مقبلة ولكن نحن مع هذا الوطن والقيادة وهذا أقل شيء نقدمه ودائما أنا من حزب المتفائلين